بالفعل إذا استعرضنا النتائج الأخيرة التي حدثت في إسطنبول وأنقرة وبعض الولايات الأخرى تعد جرس إنزار لأردوغان بأن سياسته سوف تؤدي إلى إقصائه وإقصائه حزبه وخاصة أن نحن مجدومون على الانتخابات في أسا قادمة وأعتقد أن رغم أن البعض رأى أن ما حدث في إسطنبول وغيرها من الولايات الأخرى مفاجأة أنا أرى أنها ليست مفاجأة فكل المؤشرات كانت تشير إلى أن شعبية أردوغان وحزبه باتت في التراجع منذ الانقلاب الذي حدث منذ فترة أردوغان استطاع بالقامع وتكميم الأفواق والتحكم حتى في القضاء وفي الصحافة أن يحاول أن يستمر في السلطة ولكن في النهاية الشعب التركي الشعب التركي قالت كلمته والنتائج الأخيرة أثبتت أن أردوغان يسير في منحنة التراجع وأن الانتخابات المحلية هي بداية الانثيار لأردوغان وحزبه وهو خاصة أن الفترة الماضية شهدت أيضا زيادة معدلات التدخم وانهيار الليرة التركية فضلا عن التعامل الخاطئ مع مأساة الزلزالة التي حدثت في تركيا منذ فترة والتي أشارت إلى عجز أردوغان في التعامل مع تلك المأساة كل هذه العوامل أدت إلى انهيار أردوغان وحزبه وأعتقد أن تلك الانتخابات هي مؤشر لما سوف يحدث في انتخابات الرئاسة القادمة وبالتالي فإن ما قاله أغلو هو كلام صائب وخاصة أن أردوغان بدأ مؤخرا في الكيل بالاتهامات لإمام أغلو ومحاولة ترفيق بعض القضايا له وهو الأمر الذي يدل على نوع من فلتان الأعصاب الذي بدأ يشعر بها أردوغان تجاه أغلو وأنه يرى أن مصيره المحطوم أو أن البعصرات تشير إلى أن نهاية أردوغان أصبحت وشيكة سواء على مستوى الرئاسة أو على المستوى المحلية نعم دكتور مصطفى يعني حزب العدالة والتنمية الحاكم خسر كبرى المدن في تركيا كما خسر محافظات وبلديات كان يعتبرها معاقل منيعة في الماضي لصالح حزب الشعب الجمهوري وأحزاب معارضة أخرى ما الموقف الذي سيظهره الحزب الحاكم بعد الآن؟ أعتقد أن الحزب الحاكم سوف يحاول يعني أردوغان لم يتعلم من الدروس المرحلة الماضية أعتقد أن أردوغان سوف يواصل سياسته القمعية سواء في مجال التنكيل بالمعارضين أو التدخل في القضاء يعني أردوغان أعتقد أنه حكم شخصيته شخصيته مستبدة أو الدكتاتورية لن يتعلمها من هذا الدرس وصوف يواصل ممارساته القمعية وهو الأمر الذي سوف يؤدي في النهاية كما قلت إلى فقدان شعبيته وانهيار وما حدث في الانتخابات البلديات هي مقدمة أيضا لما سوف يحدث في الانتخابات الرئاسة القادمة نعم دكتور مصطفى عمارة مدير مكتب جريدة زمان دولية كنت معنا من القاهرة شكرا لك